لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا علموا أولادكم الصلاة مش بمعنى علموا أولادكم الحركات فقط ولكن علموا أولادكم قيمة الصلاة خلوا الصلاة تتحول إلى رمز وقيمة فحاتهم يعني ايه؟ يتعلموا أن الصلاة صلة بين العبد وربي فلما يتعلموا أن الصلاة صلة بين العبد وربي مش هبقى محتاج أن أنا أقولوا يا حبيبي لو أنك أنت عندك حاجة مدايئاك تروح تصلي لأنه خلاص عرف أن الصلاة صلة بين العبد وربي وربي دوت اللي كان بيطعمه هو في رحم أمه فهو بلا شك يسمعه لكن احنا عندنا شوية مخاوف يجي أولادنا عارفين أن الصلاة صلة بين العبد وربي فيدخل واحد من أولادنا يقول لنا والله أنا لما أدخل الصرع أكلم ربنا وأقول له أنت بتحبني ممكن تديني كذا أقول له لا ما تقولهش كده وابتدأ أحفظه اللي أنا حفظه عشان ابني يبقى زي من غير ما أدي له فرصة أنه ياخد رزقه اللي عند ربنا يبقى أفضل طريقة ممكن نعلم بيها الأولاد هو أن احنا نعلمهم أن كل حاجة في حياتنا لها قيمة طب نبني القيمة إزاي في أولادنا لازم ننشأ ننشئ علاقة خاصة بيننا وبين أولاد وإعلاقة خاصة قبل ما بيننا وبين أولادنا إعلاقة خاصة بينهم وبين ربنا بصراحة كده تعالى أقول لكم حاجة ممكن تسلموا أولادكم من ربنا ما تحاولوش تخلوا أولادكم بتوعكم أولادكم عبيد زيكم لله سبحانه وتعالى فدايما نخليهم عارفين أن ربنا معاهم وأن سبحانه وتعالى لا يتركهم أبدا ويبقى عندهم شعار كده الباقي معك ما ودعك وأن ربنا بيحبهم وأن ربنا سبحانه وتعالى معاهم عشان يمدهم بمددي ولعل الكلام اللي كان بيقولوا أهل الله وكرسوه فينا أن الأطفال أحباب الله كانوا بيقولوا أن علموا الأطفال أن هم بيحبوا الله وربنا بيحبهم بس المدخل ده بعض الناس ممكن يقول أنه ممكن يكون خطر على أطفال لا 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 ما تقلقش عمره ما الحب كان خطر الخطر الكر الخطر التشتت الخطر الضياع عود أو ابنك على الحب لأن الحب ده لا يأتي إلا بخير لأن الحب ده يجدد فيه كل خير يبقى لازم نعرف أن التربية ليست زي التخزية التخزية ممكن تكون بجرعات محددة لكن التربية تتعامل مع أبعاد متعددة في حياة الطفل وفي حياتنا كلنا أقول لكم حاجة ما تيجوا كمان وإحنا بالرب أولادنا ندخل كمان معهم في التربية لأن ربنا بيخطبنا زي ما بيخطبنا من أجل مسؤوليتنا لأولادنا وبيقول لنا ونفس وما سواها فألهامها فجورها وتقواها قد أفلح بتزكاه تعالوا ندخل مع أولادنا في حالة تسكية والكلام اللي بقوله لأبني أنا أحسه فلازم نتصور هذا البعد المهم في تربيةنا لأولاد وأنا بربي ابني لازم يكون عندي صبر لأن أنا كمان بصبر على نفسي الأمهات أولاد أو أولاد كتيرة بيعيشوا في التربية بيستعجلين وأنا أقول لهم بس أنت وبتربي ابنك وبنتك لازم تعرفي حاجة مهمة جدا أن الرسول اللي لما قال يستجابه للمرء ما لم يعجل أنت بتربي وبتدعي ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى يسقي هذه البذرة وينتجها فأنت لازم تكون عندك هدوء يا فرحتي أن ابني لحد سبع سنين يكون كويس وبعد ما تنتهي مراقع أو يوصل للشباب يضرب في وشي وينفجر لأن التربية بتاعتي ما كانتش في الاتجاه الصحيح طب إيه الاتجاه الصحيح بقى في التربية أن التربية حياة أن التربية مستمرة أن التربية مش مرحلة أن التربية مش حاجة توصلني لنتيجة أن أنا أخذ مجد أنا نجحت في تربيتك لا أنا نجحت في تربيتك يعني إحنا عايشين مع بعض على طول لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما رب الصحابة ربهم في 23 سنة واحد يقول لي يعني إحنا لازم نربي أولادنا في 23 سنة ما قلت لكش كده لكن إنت لازم تعرف أن التربية طول العمر حضرة النبي بفضل يتربي الصحابة لغاية ما انتقل بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فلازم تعرف أن إنت عتفضل تربي وعشان كده قلت لك خليك في حاجة اسمها التربية المشتركة والتربية المتبادلة تدخل أنت وابنك في هذه الحياة من حياة التربية فلازم نفهم أول أصل في التربية أن التربية حياة مش التربية مهمة التربية حياة ولذلك في التربية ممكن نغير زي ما في الحياة بنغير ممكن التربية تنضج وممكن التربية نعدل فيها إحنا ما عندناش الكلام ده إحنا عندنا التربية إحنا حطين نظام لنفسنا والنظام ده لازم يطبق على الولد والولد لازم يبقى بالزبط زي الآلة يتحول إلى الروبوت فلما يرفض أنه يبقى الروبوت يتمرد علينا احنا عندنا الأم المصدرية فيها صفة خاصة بيها شوية بتخاف أنه تاخد لقب ايه؟ فشلت في تربيتكم فبعض الأحيان بقى ايه؟ عشان ما توصلش للنتيجة دي وتكون قصي عليها تقول أنا خلاص فشلت في تربيتكم تسبق حضرتها تسبق حضرتها عشان ما تتوجعش لما أولاده يطلعوا خلاف السكريبت والسيناريو اللي هي حطاها لتربيتهم لا احنا مستمرين في التربية حتى لو فشلنا على فكرة يعني لو حتى حد فشل في تربيتهم هيستمر في التربية أربعوا على أنفسكم لما حد من أبنائكم يعمل حاجة غلط دي مش نهاية العالم لكن مش هفشل مش إن أنا فشلت ومش هسمح لنفسي إن أنا هفشل بعد كده يعني هغير من نفسي لغاية ما أوصل لإن ابني يحب القيمة دي ترجمة نانسي قنقر